السلام عليكم أعزائي الكرام مرحبا بكم مجددا في قناة تدري حمل الشروحات تدري تيكنو ووضعنا لنهار اليوم يتعلق بأي شخص مهتم بالمسابقات التي تقدمهم موبيليس يعني هذه المسابقة لربح هاتف هواوي بيترونت لايت يعني سلسون هاتف المسابقة هذه تقريبا بدأت نهار 22 نوفمبر ومستمر حتى 13 ديسمبر يعني من 22 نوفمبر حتى 13 ديسمبر يعني تقريبا 22 يوم أو 20 يوم الله أعلم المهم سوف يعني فقط للمهتمين فقط بعد المسابقة يكمل معنا هذا الفيديو لأن به بعض الأشياء يعني اللي لازم تعرفها وكذلك أنا نحاول نشارك يعني نحاول نشارك كذلك ونشوف ما هي القيمة اللي تستهلكها هاد الخدمة وراح نوريكم أول شي وهو بداية الأمر يعني قبل ما نواصله في الشرح كما راكم تشوفوا هذا الهاتف ربحته العام الفايت من عند موبيليز في كما راكم تشوفوا ها هو الهاتف الخاص به هذا ديما ندر به الشروحات يمكن تشوفه هذا هو الهاتف راني درت عليه فيديو راني نوريكم الفيديو هنا تياه راني ندخل هنا تياه الموقع انتاعي كما قلت لكم راني درت عليه فيديو أول شي قبل ما نبدو في الشرح ونوريكم الإثبات يعني باش ما تقول ليش أنا نبلعاط ولا ننكذب خطر بزاف التعليقات يجوا يقول لك ما كاش منها أنا أيضا ما كنتش مصدق يعني بسحلقيت هكي شغل نشارك ما فجأة جاني ميصاج شاركت يعني صراحة شاركت حتى تلقيت روحي راني رابح كما راكم تشوفوا اللي حب يزيدي الطالع على هاد الفيديو هاو الفيديو هنا تياه الان كما راكم تشوف يعني دائما هاد المسابقة كاينة دائما من ماي 2019 من ماي 2019 الى يومنا هذا يعني منذ ربحت هاد الهاتف والمسابقة تتكرر يعني دائما في كل مناسبة موبيليز تعطينا يعني او دلنا مسابقات كاين يفوز وكاين لم يفوز هذه بطبيعة الحال يعني بطبيعة الحال اول شي نقوم بالتوجه الى الصفحة الخاصة بموبيليز لنرى المنشور بعدها نقوم بالمشاركة في هذه المسابقة مرة اخرى يعني نشارك مرة اخرى دائما صراحة قادر تفوز وقادر ما تفوز يسمى انتو ظهرك كما راكم تشوف هذا هو المنشور على ما اظن هذا هو انتو موبيلي ستور موبيلي ستور يعني كما ترون هنا شارك معنا في لعبة موبيلي ستور وفوزوا بثلاثون هاتف من نوع هواوي بالترونت لايت اشتركوا في الخدمة موبيلي ستور بارسال الرقم واحد الى اربعة واربعون اثنان وعشرون او على الرابط هذا هو الرابط عندما تقوم بارسال الرقم واحد الى اثنان واربعمائة او اربعة واربعمائة او اثنان وعشرون مباشرة سوف يرسلون لك هذا الرابط لكي تقوم بتحميل تطبيق موبيلي ستور سوف نرى ذلك في الفيديو القادم من الهاتف الاخر يعني سوف نقوم بالمشاركة من الهاتف الاخر لمن اراد المشاركة بالنسبة للقانون الثاني العب العاب موبيلي ستور الشارك المنشور وادعو اصدقائك للمشاركة في اللعبة متابعة الاعجاب بمواقع التواصل الاجتماعي كما راكم تشوفوا الانستجرام وتويتر بطبيعة الحال تكون معجب بصفحة انت على الفيسبوك يعني باشكي عرضون الفائز ولا حاجة رايح تشوفها مباشرة بالنسبة لشروط اللعبة مباشرة تقوم بالضغط عليها اما بالفرنسية او بالعربية سوف يأخذك مباشرة الى الشروط يمكنك الاطلاع عليها اذا اردت المشاركة يجب عليك الاطلاع على كل هذه الشروط يجب عليك الاطلاع على كل هذه الشروط حتى تعرف كيف تشارك وما هو الطرق يعني الطرق الفوز والى ما غير ذلك كما ترون فكل القوانين هنا بالنسبة لتاريخ المسابق كما ترون من يوم 22 نوفمبر 2020 حتى يوم 13 دسمبر 2020 بالنسبة للمنشور الذي قلت لكم قمت بكتابته سابقا يعني دائما اقول واكرر اطلع على القوانين بالتفصيل لا تطلع عليها من هنا وانما اطلع عليها كما قلت لك من الرابط الرسمي الرابط الرسمي من صفحة موبيلز الان سوف اجرب المشاركة يعني من الهاتف سوف نكمل الشرح من الهاتف الاخر السلام عليكم مجددا بما انك وصلت معي ربما تريد المشارك لهذا دير في بالك بالي هاد الخدمة مجانية اول شي رايح تستهلك لك راصيدي اول شي رايح تستهلك لك راصيد رايح ان نتعرف على الراصيد اللي رايح تستهلك لك كذلك رايح عندك ثلاث خيارات الخيار الاول انك تتوجه مباشرة للصفحة نتا موبيلز يعني وتتابع الخطوات كما ترون هنا هذا هو المنشور تقوم باتباعات الخطوات والمشاركة بالنسبة للخيار الثاني اترك لك رابط المدونة الخاص بها شرح لطريقة المشاركة معه القوانين والى ما غير ذلك من الشروط كذلك اترك لك في اخر المنشور او في اخر التدوينة فيديو الخاص الذي قلت لك اني ربيحت منه هذا الهاتف سوف تجدوا هنا قم بالاطلاع عليه ويعني معرفة الهاتف الذي ربيحته ان انتبك الفضل واردت الاطلاع عليه بالنسبة للخيار الثالث وهو كمل معي الفيديو رايح نشارك انا الان نورك طريقة فقط يعني ونشارك اول شي على حساب واشكاينتنتي عند موبيليزي قم بارسال الرقم واحد الى 4422 مباشرة سوف يقومون بارسال لك هذا الرابط اول شي الخدمة هذه تستهلك منك اما 30 دينار في اليوم يعني 3000 في اليوم او 100 دينار في الاسبوع على حساب الاشتراك الذي يديره او 25 الف وكما نقول 250 دينار جزائري 250 دينار جزائري انت خير الاشتراك الذي يحبه باش نكونوا واضحين بلي هذه الخدمة مش مجانية في بعض الاحيان هذه الخدمات موبيليزي يعني درا مجانية كما رمضان ليفات رمضان ليقبله يعني دائما في رمضان تكون هذه الخدمة مجانية ولكن بعض رمضان مباشرة تبدأ الاقتطاعات لهذا سوف نرى كم يتم اقتطاع اقتطاع لنا من الرصيد الان اول شي نتأكد من الرصيد الذي عندنا في الهاتف نقوم بالدخول الى هنا نقوم بتشكيل مباشرة نجمة 122 نقوم بالضغط على الشريحة الاولى سوف اقوم بمشاركة من الشريحة الاولى كذلك في هذه اللقطة مباشرة الرصيد الان لاحظ ان انتفقت الرصيد الذي عندنا 100 183 دينار هذا هو الرصيد الخاص بنا عندما نشارك سوف نرى كم يتم اقتطاع لنا نقوم بالعودة سوف نتبع الطريقة الاولى الطريقة الاولى وهي عبر ارسال رسالة عبر ارسال رسالة الى الرقم 442 هذا هو الرقم بعدها نقوم بكتاب ماذا يكون مضمون الرسالة الرقم واحد نقوم بارسال الرقم واحد دعني اتأكد نعم هي الشريحة الاولى الشريحة الاولى اذا اقوم بوضع الرقم واحد بعدها اقوم بالارسال المعذرة اقوم بالضغط على ارسال على مأزن كما ترون قد يحتسب هذا الرسوم يعني الرسالة رايحة تكلف ميادر على مجاني سوف نتأكد من ذلك كما ترون يرسلك نفس الرابط نفس الرابط نقوم بالضغط عليه سوف ينقلنا مباشرة الى المتصفح حتى نقوم بتحميل تطبيق موبيل ستور تحميل تطبيق موبيل ستور سوف نرى ذلك يعني هاته تجربتي سابقا او العام الفايت يعني هاته تجربة نتاعي العام الفايت كيفها شاركت بسكو شاركت في رمضان يعني في 2019 وليست 2020 ننتظر فقط تحميل التطبيق او تحميل الصفحة بعدما يتم تحميل الصفحة كاملة فقط تقوم بالضغط على هذه الخانة هنا حتى يتم تنزيل معك تطبيق موبيل ستور نقوم بالضغط ترون جاري التنزيل ننتظر فقط حتى يتم التحول الى صفحة التحميل هذا يتبقى على سرعة الانترنت لديك كما ترون الآن زهرت خانة التحميل نقوم بالضغط على حسنا كما ترون فالآن يتم تنزيل التطبيق بشكل عادي نقوم بالضغط على التفاصيل كما ترون فهذا هو يعني التطبيق بحجم سبعة ميجا يعني حجم سبعة ميجا شيء لا بأس به ننتظر ثم يتم التحميل ونقوم بتثبيته والدخول الى سنقرر بخلاص تم تحميل التطبيق نقوم بتثبيته مباشرة نقوم بالضغط على التثبيت وتم تثبيت التطبيق بشكل عادي نقوم بالضغط على فتح كما ترون تطبيق موبيل ستون نقوم بالضغط على سماح سماح ننتظر ريسة ما يتم التعرف على الهاتف وإلى ما غير ذلك نقوم بالضغط على أنا دائما توجه هنا الى أنا كما ترون فالآة غير مشترك في التطبيق أو لم أقوم بتسجيل الدخول هنا يمكنك الاشتراك بأحد السيغة التي قلت لك نقوم بالضغط على اشتراك في نادي الفي اي بي حتى نرى ما هي السيغة المتوفرة يعني ذالماتش هذه يعتمد على سرعة الانترنت كما قلت لكم أو كما قلت لك فعلى ما أظن هذه النافذة لا يمكن تصويرها على ما أظن إذا رأيتها لا يمكن تصويرها سوف أقوم بوضع لكم صورة من هذه النافذة يعني صراحة كما توقعت فلا يمكن تصوير هذه النافذة لهذا كما ترون سوف أقوم بالخروج مرة أخرى إذا كان لديك حساب فيه مباشرة تقوم بالضغط على تسجيل الدخول سوف يقوم بتسجيل مباشرة في الرقم المتصل بالشبكة يعني يتصل مباشرة بالرقم المتصل في الشبكة إذا لم تكن متصل يعني لم تقوم بالتسجيل به لم تكن متصل هنا يعني لم تكن متصل بشبكة الوي في سوف نقوم بالضغط هنا سوف يتم الدخول مباشرة أو يعني على حسب على حسب يعني على حسب ننتظر فقط ونرى ماذا سيحدث ننتظر ماذا سيحدث الآن قمنا بالاتصال مباشرة بإنترنت الجوال كنا متصلين بإنترنت الوي في الآن متصلين بإنترنت الجوال ونرى هل سوف يتم الدخول أو لا ننتظر فقط يعني يعني صراحة سرعة الإنترنت ضعيفة وعنما نقوم بزيادة سطوع كما ترون يعني الإنترنت ضعيفة وعنما لهذا سوف نقوم بالدخول أو تسجيل الدخول هكذا بعدها نقوم بالخروج بعدها نقوم بالعودة هكذا نقوم بالضغط على تسجيل الدخول نقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بنا هنا وهنا نقوم بكتابة كلمة اسر انظر ظهر لنا رقم آخر يعني أو الرقم الذي قمنا بالتسجيل فيه أحد المرات وهذا الرقم محفوظ داخل الهاتف لا نريد استعمال هذا الرقم نريد استعمال رقم آخر نقوم بكتابة الرقم الآخر بعد المحاولات الفاسلة للتسجيل في تطبيق موبيل ستور على ما أظن أنه يجب عليك الضغط على اشتراك في نادي الفي آي بي كما رك تشوف قلين تدجاء رك عضو في نادي الفي آي بي لا يمكنك المشاركة مرة أخرى إذن كيف استرجع حسابي أنا في الفي آي بي مسبقا أقوم بالضغط هنا أقوم بكتابة كلمة السر ولكن كلمة السر أنا لا أعرفها صراحة أقوم بالضغط تسجيل الدخول خطأ في اسم المستخدم أو كلمة المور كما ترون فتم الدخول الآن أتأكد من الرصيد هل تم خصمه أو لا أتأكد من الرصيد مرة أخرى يعني صراحة أرهقتني في التسجيل الرصيد لذا له يعني الرصيد لم يتم خصمه حاليا لم يتم خصم الرصيد نقوم بالدخول في التطبيق أو تطبيق موبيل ستور نقوم بالدخول إلى هنا تسجيل الدخول وهذا هو رقمنا يومي انظر قمنا باختيار يومي على معظم أو أنا مشترك في الفي آي بي اليومي بعد أن قمت بالتسجيل في تطبيق موبيل ستور الآن يتبقى عليك بعض الأشياء كما قلنا سابقا يجب عليك الاطلاع على الشرط والإحكام مشاركة أو متابعتهم على الإنستجرام على الفيسبوك على تويتر ومشاركة مع أصدقائك بالنسبة لي لعب الألعاب صراحة أنا لا أحب الألعاب هذا فقط لمن أراد المشاركة يجب عليك الاطلاع على كل هذه القوانين وكفية الربح كما ترون هنا بعض الألعاب يجب عليك لعبها ولكن بعض الألعاب يعني بعض الألعاب كما ترون هنا يعني مدفوعة يعني مدفوعة يجب عليك دفع الأموال للحصول عليه وهناك ألعاب مجانية وهناك ألعاب مجانية يمكنك الاطلاع على كل التفاصيل من داخل التطبيق ولكن دائما يجب أن يكون في علمك أن هذه الخدمة تستهلك الرصد هذا هو كان موضوعنا لنهار اليوم نتمنى كل تفوزوا ولا أي واحد وصل هنا يفوز نلتقي في موضوع آخر مع دري حماري شروحات أو دري تيكنو السلام